فيضانات الأمطار تكشف عيوب تخطيط المدن جنوبي صلاح الدين وسكان يشكون غرق المنازل وهلاك المزرعات شركات طبية دولية لإدارة مستشفيات العراق لتحسين خدمة المرضى والأمم المتحدة تحزم حقائب الوصاية حزيران المقبل خبراء يحضرون من مناطق رخوة لإعادة انتشار داعش والواشنطن بوست تؤكد منع الفصائل من تجاوب زخطوط طهران مع واشنطن البرلمان العراقي يجهل مصير موازنة العام الجاري وقبلة بين تميم والكورديو حديدان مصير المحافظة فيديالا وكاركوك ومن عنوان النشر إلى تفاصيلها والبداية من تعطل الحياة في عدد من قرى جنوب المحافظة أهلا بكم فقد كشفت فيضانات الأمطار والأنهر في مناطق جويزرات ومشعيفة والحردانية جنوب صلاح الدين عن عيوب مقلقة بتخطيط المدن والخدمات وأكد المواطنون أهمال الجهات المسؤولة للطرق وشبكات المياه والكهرباء والإبقاء على المشاريع القديمة من ثمانيات القرن الماضي مطالبين ديوان المحافظة الالتفات لأوضاعهم وإيجاد حلول طارئة تخفف أزمة ما بعد الأمطار وتعجل تصريف المياه وفتح الطرق في البداية أستاذ نشكر قناة صلاح الدين على زيارات التفاقدية هذه المناطق بعد الوضع المأساوي التي تعيشها من خلال الفيضانات التي حصلت خلال اليوم الأخيرين المسألة الثانية أستاذ هاي المناطق تفتغر إلى تخطيط يعني الشغل ما لها شغل مو صحيح شغل مو نظامي يعني لو نجي بالبداية هذا طريق رئيسي يربط ما بين عزيز بلد وجوازرات يعني يعتبر هو المنفذ الحيوي لهاي المناطق طريق رئيسي عرضة 3 متر يعني إذا تيجي سيرتين يعني مزاحمات هاي المسألة الأولية المسألة الثانية طريق يعني ناصي يعني هذا أغل مياه جات فيضانات أخذت الشارع يعني هنا صارنا يومين الدوام بدأ يعني هذا الشارع له شوية يعني بيه ارتفاع فدمتر يعني من بداية النهايته ما تنقطع لا جوازرات ولا سنجار عن عزيز بلد تبقى حركة المرور ماشية وحركة الطلاب وحركة المعلمين يعني هنا صارنا يومين انقطع الطريق لا طلاب طبة المدرسة ولا موظفين معلمين قدروا يجون من عزيز بلد نتدريحنا كوادرنا من خارج المنطقة فألا أنه يعني مثل ما يقول طريق سالك حتى يجون علي دوامهم والإن شاء الله الثانية الطريق له مثل ما يقول مرتفع وزيان الطالبين ينقطع للمدرسة والموظف هم راح ينقطع للمدرسة صح له لا فاي بيه التأثير شبير مثل ما يقول على العملية التربوية المسألة الأخرى ستاد يعني نجي شبكة الكهرباء شبكة الكهرباء أكو مهندسين هم ليش خلوا مهندسين غير المهندس يعرف عنده خطاط وعنده عنده إلمام باختصاصة شبكة مالكهرباء أنت من تجي ترسم شبكة مالكهرباء غير تشوف الشارع عشقيد تخلى الشارع وبعدين ترسم الشبكة وياها الشسم المال مين شبكة كان واقع حالة أعتقد واقع حالة ما يخالف السال بس هذا واقع حالة هذا بعدين هم يجي رادة يحتاج تكلفة ويحتاج شغل ويحتاج صرف تخطيط فاشل مسألة الثانية ساد هاي سدة مال مي سووها هنا اكو بيوت في هاي المنطقة واكو ملأ بيوت لغادي وعدهم طلاب مدرسة يجون منها يجون بالطريق يصعدون عن طريق هاي سدة هاي سدة من اجي انشاءها من صار انشاءها اجوا المهندسين يشتغلوها يابا سووها بوابتين فتحتين سووها عمي هاي احنا المنطقة نعرف احنا نعرف منطقتنا من زمان عايشين بها نعرف الفيضانات لو انتصال نعرف المي لو ان يوصل يابا هاي ترى البوابتين مي تتسعنا لهذا مو من يجي فيضان مي تتسعها سويها ثلاث بوابات اربعة هم سيطر على شغل وشغل نظام وحلو وارفحها عندنا الشارع مثل ميقول وصير شغل اسمية هاي سدة البواب غرقت هاي سدة المي ده يصعد من فوق السدة واصبحت مثل ميقول مصاد هي للمي يعني شعن انه تخطيط ماكو مصرح الولى اسم فهاي استاد انت مهندس مني يجي المفروض يجي حتى يعني انه يأخذ يعني رأي منطقة يعني رأي منطقة تعال انت المنطقة المي لوان يوصل المي لوان يأخذ من المنطقة ادرى يعني ادرى بها ويعرف بها بكل أساليبها مسألة اللوخ استاد احنا عندنا مدرسة اللي هي مدرسة جداول بيها ضيف مدرسة الصالحات مدرسة الصالحات عدهم بناية هناك تبرع بها صاحب العقار هذه المدرسة صارتها تقريبا من قبل 11 داعش يعني من قبل 11 داعش على الرميهاية هذه المدرسة أساسا هي الضم هذا القاطع اللي غادي المنطقة مشتورة من نص المنطقة منها النهاية المنطقة على هذه المدرسة الجداول ومن هذه المنطقة اللي غادي على الصالحات اللي هي ديش البناء مالثها يعني تدري هذه المدرسة شكت بها فائدة للطلاب اللي هما داير ما يدورهم يعني هسا الطالب تجد يمشي هسا الطالب يمشي لثلاث كيلوات إذا نفذت المدرسة إذا نفذت ماكو بابيت يعني ماكو 500 متر يعني مثل ما يقول يدخل بالمدرسة وتدري أنت جو حار وشارع وتقلبات مثل ما يقول مناخية وجو وبارد هذا فهي متأثر على الطالب هو طفل طفل ابتدائي هسا هاي المدرسة بيها ثلاث دوامات بيها دوام جداول مدرستي الصالحات مركز محول أمية يا أستاذ في الياش وبعدين هي بنائية مثل ما يقول هي الدولة ناشئة هي وعليها صرفيات نرجع نقول أنه يجب إشراك أبناء المنطقة أثناء أي مشروع يقر لهذا المنطقة أثناء المشاريع الخدمية الكهرباء مشبكة المياه من كل نواحي محطات تحلية المياه لأن هذه يعني لازم يكون رأيي لأبناء المنطقة يعني الشغلة الثانية إسالة ما المي نصبوها إجوا ربطوا البواري يعني هسا هذا الحدان البوري المفتوح الحدان ما ربطوه زينا غير أن تنتج تنفذ إسالة غير تربطها وتكملها على حسب الرسول وتنهي مشروع أكله لا لو تعوفها مفتوحي شيء يعني أستاذ احنا الناشئة باوع كمنطقة يعني المنطقة تابعين إدارية إحنا إدارية تابعين لضلوعية وتابعين ناحية النهرين يعني أنا ما أقول لك أنه بهاي الحالة المأساوية أنه مدير ناحية أستاذ رافض ما قصر مثل ما يقول من البرحة للقوات الأمنية ما قصرت مثل ما يقول أستاذ أمجد حالياً تشان هنا وسوى زيارة جمب غضا وسوى زيارة وشافها الواقع ليدة عشاء هاي المناطق لكن أستاذ المنطقة تفتغر يعني إلى تخطيط تخطيط ماكو يعني كل من يجي يشتغل بكبه إن شاء الله تنقل المعاناة بشكل مباشر أستاذ إحنا ناشد الحكومة والمسؤولين بالمحافظة والمسؤولين على هذه المهمات مثل ما يقولين هم مثل ما يقول الأصحاب القرار إنه يشوفون صرف لهذه الأوضاع ما يصير هيش عن أستاذ يعني يعني هذا ضغط على أستاذ هذا ضغط على جاي من عزيز بلد هنا هذا من ثمانينات أنا من ثمانينات هذا أذكر أنه جو نصبه البرحة هذا مال بصفحة وخايص ليش هذا بالفيضات هل يكتل الله عالم شو يكتل مو إن تخبوا واحد من مناطقكم يمثلكم ممثل ويكون ناقل لصوتكم اجتمعوا ويخلوا يكون واحد ممثلكم بالمحافظة مثل المحافظة لنقل هذه المعاناة الكلام خارج هذا ما يعني بس إحنا كقناة صلاح الدين ننقلك هذه المعاناة بشكل مباشر وهذه الجمعة الموجودة هي نفس المعاناة وإن شاء الله ننقلها لجهات المعانية وعضرت مياه الأمطار بعدد من قرى قضاء بلد والضلوعية ما اضطر أهلها للخروج من المنازل بالإضافة إلى غرق مساحة زراعية شاسعة وتهدم بحيرات أسماك الأمر الذي دعا السكان للمطالبة بتعويضات وحلول عاجلة للخروج من الأزمع عبد الجبار مهدي والتفاصيل الحمد لله على سلامتكم سلمك الله سلمك الله سلمكم نحن متابعين بشكل دقيق مع السيد المدير الناحية ونعملنك ماذا أضطر أستاذ بعض دنتين من الليلة نيونة خابر ونعملنك ونعملنك ومع السيد المدير المركز الشرطة الحلدانية وإيران الله يحبك أستاذ والوضع قالوا والحمد لله تحت السيطرة إن شاء الله كان هناك إزامات في بغداد والحمد لله اليوم يجيز مباشرة تعرضت مناطق قراج وإزراءة والحردانية ومشحيفة وسنجار التابعة لقضاء بلد والظلوعية للسيول الأمطار التي شهدتها مناطق البلاد الأخيرة وارتفاع مناسب المياه في نهار الدجلة والقادمة من نظم الثرثار وغرق العديد من الجسور الموادية لتلك المناطق هو الحجم الدمار تقريبا ما يقارب سبعين منزل أخذتهم جرفتهم السيول والمياه مع الشط وأكثر من تقريبا خمسين فلاح سبعين فلاح راح محاصيلهم ويشي حرامات يعني تقريبا بالثمانين تسعين دونم كلها مزروعة اللي زارة عبامية واللي زارة خيار واللي زارة طبعا يتظرون الموسم بداية موسم حتى يشوي الفلاحين تعيش يشوف نفسه يشوف مستقبله فالله موافقه وجاء الحمد لله الحمد لله والشكر جاء الفيضان أخذ زرعاته وراح هكو عائلات نزحة ايه طبعا أكون عائلات نزحة تقريبا قارب 30 عائلة تم نقلهم من نفس المنطقة من منطقة سكنهم إلى منطقة مجاورة لها بس شوي أعلى من عدها سناد الدولة والله مشكورة حكومة بلد على رأسها قام قضاء بلد ومدير شرطة بلد المحترم وامر فوج طوارئ المحترم أيضا له دور كبير في حياة هذه المنطقة يجي ققشاف الوضع قاس الوضع رأي يجيب زورق شوية المنسب نزل فمشكورين جزال بالله خير مشكورين أكثر من سبعون منزلا تعرضت إلى الغرق مما اضطر الأهالي لاستعان بزورق صغير للتنقل من مكان إلى خر ونقل بعض المستلزمات الضرورية من الغذاء خسار كبير تكبدها المزارعون في مناطق جويزرات ومشعيفة وسنجارو الحردانية بانتظار حلول عاجلة وتعويضهم من قبل الحكومة المحلية في صلاح الدين المنطقة هاي حالها وهذا تعشفون الزرع وهذا كل راح والحلال وإحنا ناشد أستاذ مجد رئيس المجلس المحافظة والمحافظ يعني شوف حاننا وهالحاننا وقرقنا وتبهذن وهالحاننا والله كريم بالمجان يعني لله بالله من الصبوح للمغرب وإحنا نطالب الوزراء وأستاذ مجد والمحافظ ورئيس الوزراء هاي حاننا خلية الأزمة من قبل الحكومات المحلية في بلد والظلوعية لتلافي أي حدوث إصابات لدلاها والكوادر البلدية والمياه والدفاع المدني والأجزة الأمنية عملت بشكل متواصل ويوميا من أجل انتشال بعض العوائل التي تعرضت منازلها للسيول وتعويضهم عن خسارهم ومفاتحة الجهات المختصة كما تعلم أنه مجلس محافظة صلاح الدين يعني تشكل حديثا لحد الآن المحافظة لا يوجد فيها محافظ نحن ناشدنا مجلس محافظة صلاح الدين مشكورين وقاموا بإرسال اليوم أحد أعظام جالس المحافظة الأستاذ أمجل طلمس والوقوف على كافة احتياجات المواطنين ناشدنا بدورنا رئاسة الوزراء مشكورة اليوم لبوا الدعوة وارسلونا فريق من الموارد المائية وفريق من المحافظة وتم عرض كافة الاحتياجات عليهم الآلاف الزلمات التي ضررت حمطة وشعير وكتيتي بايلون بايلون شتو بانية شجر كلها راحة مشان حمطة إلى متى من قرى مشعيف عبد الجبار مهدي قناة صلاح الدين الفضائية وعلى الجانب المقابل لكن في مستوى المياه فبعد تعرضه لأضرار السيول في 2015 أعيد افتتاحه السايفون الإروائي بالطوز ليكون بمثابة قناة مائية وخزين لقرى الطوز وأمرلي والمناطق المجاورة حتى قرى شمال ديالا للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير وليد علاء عانى محيط طوز خرماته طويلا من حالة عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي ودفع الأهالي فيه فواتير باهظة الثمن نتيجة لضغط الإرهاب وسوء الخدمات وتداخل الصلاحيات وغيرها وبعد تصفير المشكلات أعلى هو بدء صفحة جديدة لتحسين معيشة الفرد انطلقت جملة من المشاريع ومنها ما تم إنجازه بالفعل ألا وهو السايفون الطوز الإروائي فبحضور رسمي وشعبي كبيرين حان وقت الافتتاح المنتظر والعيون ترنوا لازدهار الزراعة وسقي الأراضي التي أصابها الجفاف والعطش سيختلف هذا السنة من سنوات السابقة وهذا أنا أتصور على بداية الخير لنا لقضاء الطوز وهذا طلبنا من أخ وزير الموارد المائية والأخ دولة رئيس الوزارة أن يكون سد بديلا عنه يكون خزين ستراتيجي لقضاء الطوز والقرى التابعة وعمر لي ما هي المشروع وبعض من أرقامه ومواصفاته وأرشيف عمله من جرس بدايته إلى اليوم معلومات تحدث عنها مسؤولون فهذه القناة المائية الهامة ستروي المحيط الجنوبي للطوز وتصل إلى قرى شمال ديالا يتفائل المحتفلون في هذا الافتتاح أن ينعكس النفع على الفلاحين لإنعاش واقعهم وسط تأكدات بإقرار مزيد من المشاريع الأخرى ألفين وواحد تم إنجازا بالألفين وخمسطاعش اتعرض إلى هدم كامل في السايفون يعني المي من شمال الدوز مدى يعبر باتجاه جنوب الدوز لمناطق سليمان بيك آمرلي وكفري 160 ألف دونم يستفادوا منها بحدود 55 ألف نسمة في آمرلي وسليمان بيك وكفري وأطرابها طبعا أنتم كلكم تعرفون هاي تأثيرها على الزراعة وعلى الحالة المعيشية للمواطنين وكلكم تعرفون أكثرية القرى هسا تهجروا نص لأسباب أمنية ونص لأسباب اقتصادية الزراعية وفي سؤال عرضته قناة صلاح الدين على وزير الموارد المائية بشأن المعرقلات التي تحول دون إحياء فكرة إنجاز سد مكحول الاستراتيجي الذي قطع أشواطا عدة للإنجاز فيما سبق فالتبرير كان أن كلفة السد كبيرة جدا وترهق الخزينة بحسب الوزير وتقارير مركز الدراسات والتصاميم الهندسية التابع لوزارة الموارد المائية لا يفضل إدراج سد مكحول على قائمة المشاريع بل المضي بمشاريع تتناسب مع الأرصدة المالية على حد قوله دراسة استراتيجية للمياه والأراضي لم توصي بإنشاء السد فإذا أنا أعتمد على دراسات دقيقة في هذا الجانب لهذا السبب أوقفنا العمل به لأن من أي شيء سد وأوظف كتلة نقدية ضخمة كلفة المشروع اتجازت 3 مليار دولار وهذه تثقل كهل الخزينة نحن المفروض نركض على المشاريع التي تخدم شعبنا تخدم الناس تتأدي الخدمة فهذه تثقل كهل الخزينة وهذه الكلفة الأولية لربما يصل إلى 4 مليار دولار كلفة ضخمة إذا موضوع تأجيلة أو التريط بي أو الغاءة أصبح حقيقة سيحل سايفون الطوز مشكلة هدر المياه كونه ناظماً حيوياً أعيد تأهيله بعد الأضرار التي تعرض لها نتيجة السيول الجارفة عام 2015 لكن لا زالت صلاح الدين تفقد كميات هائلة من مياه الأمطار وذوبان الثلوج سبب تجميد فكرة حوض سد مكحول رغم إعادة الحياة لفكرة إنجازه عام 2019 بعهد حكومة الكاظمي لكن ثم تغموض وتشويش داخلي أعادت الأمور إلى نقطة الصفر من طوز خورماته في صلاح الدين وليد علاء صلاح الدين وإلى بيجي فقد عقد رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي جابر الحساني اجتماعات مع عدد من مسؤولي القضاء بحضور مجموعة من الشيوخ والوجهاء وناقش أبرز المعويقات التي تقف في طريق استكمال المشاريع الجاري تنفيذها مؤكداً العمل على تذليل العقبات بالإضافة لاستهداف أكبر عدد من المناطق المحرومة من الخدمات في المحافظة المحافظة في المحافظة في المحافظة في المحافظة صلاح الدين يعني طلعنا على كثير من المناطق منها قضاء بيجي اللي طلع على واقع الخدمات أولاً وأيضاً المشاريع اللي نفذها فريق الجهد الخدمي الهندسي في هذا القضاء وأيضاً الخطة اللي راح ننفذ بها مشاريع أيضاً داخل القضاء جديد في منطقة زراعية داخل القضاء وكذلك شمول خدمات البناء التحتية وعمار المستشفى وكذلك مدرسة في القضاء إضافة إلى إنارة الشوارع الخارجية والاهتمام بالمتنزهات نعم شرفنا اليوم بزيارة رئيس الجهد الخدمي والهندسي الأستاذ جابر الحساني لمشاريع قضاء بيجي نحن الآن في مشروع قرية المزرعة تهيل وتطوير تهيل وتطوير الشارع الرئيسي لمدخل قرية المزرعة طول الشارع بطول 2 كيلومتر يشمل الشارع أعمال تبليط وإنارة وأرصفة ومياه همطار مجاري مياه همطار ومشاريع ما وأيضا زراعة بدأ العمل في المشروع في تاريخ 23-12-2023 مدة العمل 210 يوم العمل مستمر ولا توجد هناك معاوخات توجد مشاريع توجد هناك مراكز صحية ومدارس بالقطاع الصحي والطرق وجميع القطاعات موجودة 18 مشروع زار أن هذا اليوم وفد الجهد الخدمي المشكل من قبل دولة رئيس الوزراء واطلع على عدد من المشاريع المقامة في قضاء بيجي منها شارع المزرعة وأيضا شواء المشاريع المقترحة في المستقبل إن شاء الله في منطقة المهندسين وأيضا حققنا اجتماع مع مدراء الدوائر الخدمية في القضاء وأيضا وجهاء المدينة وتم طرح جميع المشاكل والمعوقات التي تحصل في المدينة وتلك المشاريع الموجودة والحقيقة يعني ما رأيناه من توجه كبير باتجاه مدينة بيجي وحرصهم على تقديم الخدمات إن شاء الله يفرح وأيضا تم طرح كافة المشاكل الموجودة في قضاء بيجي وتأخير الخدمات وتأخير المشاريع وأيضا قدمنا لهم مشاريع أخرى من المؤمل أن تنجز هذه المشاريع على يد هذه اللجنة اليوم التقينا بالوفد الجهد الهندسي المرسل من قبل معالي دولة رئيس الوزراء المحترم الحقيقة طالبنا بإكمال التبليط ويعني إعادة تعهيل القراج بيجي وبنائة البطاقة الموحدة وإكمال الشوارع المحتاج لإكمال والحقيقة طالبنا بالشارع الحولي التي تستخدم التريلات وسيارات الكبيرة والشاحنات الكبيرة وأكيد طالبنا بالشارع العام بإكمال الشارع العام وقدمت شكاوي ضد الشركات العاملة في الشارع العام لتأخرها وسببها بعدة حوادث في بيجي إن شاء الله يعني أوعدونا بيعني وعد كامل بأن الرئيس الوزراء هو طالب بأنه يقوم بترتيب وتنظيم وإدامة بيجي وعادة عمارها يعني هسا إحنا عدنا مشكلة هذا الشارع العام هذا الشارع العام أصبح معضلين امتجاه الضواء بيجي هسا نقابعين في سبيل هذا الشارع ماذا؟ هذا اللي يقول به تطوير هذا ما يكبر خلاص وإحنا لحد الآن لحد الآن إحنا يومية يومية قاع ندفن واحد من قباء بيجي ندفنه يعني يموت ندفنه واللي مصافش هسا لحد الآن 13 بس المات يمكن جرحة يمكن حوالي بالعشر بسبب هذا الشارع عندنا جسرة الفتحة للمعانات شبيرة يعني هسا البيجي مقطوع إنها هي الصراحة دين مقطوع إن الشمار عن كربو الجسرة العام تفلس بحقي جسرة الفتحة قال لساعدنا طارق جسر عليكم حركة حركة تجارية كبيرة من صارت حركة تجارية صار تطوير وصار عمران فإنتوا هسا قاتلوا على هذا الجسر وفي التعليم وحتياجاته الأساسية وضمن خطوات وزارة التربية لتسوية النقص في الملاكات التدريسية أعلن مدير قسم تربية الطوز رياض علي حمد انتهاء التقديم على عقود التربية بصفة معلم أو معلم جامعي أو مدرس باستلام أكثر من أربعة آلاف معاملة من القضاء وبينا المباشرة بنقل الأضابير إلى مديرية تربية صلاح الدين لإجراء المفاضلة وحسب الاختصاصات وحاجة مدارس المحافظة لها والكثفة السكانية للمدن حقيقتنا اليوم ويوم عشرين أنها تنجع عملها باستلام فايلات المتقدمين بصفة عقد وزاري وقد بلغ عدد الذين يتقدموا بصفة عقد وزاري في قضاء قسم تربية الطوز أربعة آلاف وثلاثمية أربعة آلاف ومائتين وثلاثة وسبعين عقد وزاري وطبعا لك جميع الاختصاصات مما ضمنها الكليات الساندة وكذلك كلية الأداب وكذلك المعاهدة الفنية نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع وإن شاء الله نحن حريصين كل أحرص على الالتزام بذلك وكذلك أخذ حقوق هؤلاء الذين يتقدموا لهذا العقود عدد العقود حقيقة خمسمائة وستة وخمسين عقد وزاري وإن شاء الله نحن ماضون والآن في نقل هذه الأضابير إلى المدرية العامة لتربية صلاح الدين وفي المعالجات أيضا ناقش نائب رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور مقدام الجميلي مع الملاك المتقدم في صحة صلاح الدين وبحضور المدير العام سبل الارتقاء بالواقع الصحي بالأخص بعد الطفرة النوعية التي شهدتها المؤسسات الصحية خلال الفترة القليلة الماضية إلى ذلك ثمن المخول بصلاحيات مدير عام صحة صلاح الدين الدعم المقدم من قبل لجنة الصحة والبيئة للدائرة من خلال الزيارات والاجتماعات المتكررة التي تسهم بتحسين الأداء على مختلف المستويات اليوم زيارتنا إلى دارة صحة صلاح الدين ولقائنا مع الأخوة السيدة المدير العام ومعاون المدير العام ومدراء الأقسام في الدائرة وكذلك مدراء المؤسسات ومدراء المستشفيات والقطاعات يأتي من ضمن سلسلة اللقاءات المستمرة والاجتماعات التي عقدناها خلال الفترة التي راحت والهدف من عدها هو إيجاد حلول للمشاكل العالقة منذ سنوات والتي أثرت سلما على واقع الصحة في المحافظة تداءً موضوع الأربعة آلاف هذا موضوع مهم وموضوع معقد كان كان إنه لقاء مع وزارة الصحة متمثلة بالأخ مدير العام الإدارية والمالية والقانونية وكذلك الأخ دكتور خالد مدير عام صحة صلاح الدين ومدير عام الموازنة في وزارة المالية لإيجاد حل لهذا المشكلة هذول أخواننا وأبنائنا وداوموا في فترات صعبة وقسم من عدهم يشغل أيضاً مناصب بالمؤسسات الصحية وقامين بعملهم بتم وجه وكذلك مؤسسات أيضاً محتاجتهم وتصرف رواتبهم وعدهم تقاطع وظيفي وتخصيصات مالية ولا يوجد أي هدر بالمال العام بالنسبة لي موضوع ما توصلنا إلى حلول إن شاء الله لتثبيتهم والآن ملاكات دار الصحة صلاح الدين متمثلة بالقسم الإداري والمالي والقانوني على قدم مساق يعملون ليل والنهار من أجل تمام البيانات التي طلبتها وزارة المالية ووزارة الصحة حتى أنا ودكتور خالد نوديها لسيد معالي وزارة الصحة وأيضاً من خلال وزارة الصحة إلى وزارة المالية وإن شاء الله بالقريب العاجل نقول لهم إن شاء الله راح تثبتون ويصادق على الملاك اللي من الـ 2016 كان آخر سنة صادق بها ملاك دار الصحة صلاح الدين أيضاً عندنا مشكلة بتأخر الموازنة التشغيلية بالنسبة لوزارة الصحة وهذا الموضوع عام لكل البلد وكل الوزارات بسبب وجود إشكالية في موضوع التمويل بسنعكس أيضاً سلباً على موضوع ودخلنا في مشكلة مشكلة نقص الوقود للمؤسسات الصحية بالإضافة إلى موضوع تمويل شركات التنظيف المستشفيات وكذلك الإعاشة موضوع الوقود موضوع مهم تواصلنا أنا والسيد المدير العام مع مدير توزيع صلاح الدين متعاوناً لأخ أستاذ عدنان وسوينا كتاب حسد دكتور خالد إلى فرع توزيع صلاح الدين للتواصل مع وزارة النفط حتى يجهزون دائرة الصحة ومن خلال الدائرة إلى موسات الصحة بالوقود البنزين والغاز خاصة موضوع المولدات وموضوع سيارات الإسعاف وكذلك العجلات داخل الدائرة داخل الموسات الصحية نعم اليوم مزرنا دائرة صحة صلاح الدين إن شاء الله سيكون دعم كامل من مجلس محافظة صلاح الدين لدائرة صحة صلاح الدين اليوم القطاع الصحي بالتطور نحو الأحسن ونحو الأفضل بجهود اللكاترة والأطباء والسيد رئيس صحة ومتابعة سيد نائب برلمان العراقي الدكتور مقدام الجميلي سيكون دعم كامل إن شاء الله من مجلس محافظة صلاح الدين للقطاع الصحي تقدم بالشكر الجزيل سيادة النائب الدكتور مقدام الجميلي على زيارته والطلاع على الواقع الصحي وإلى زيارة الشيخ علي الكريم عضو مجلس محافظة جديد بالتأكيد زيارات المستمرة والمتابعة المستمرة للدكتور مقدام باعتباره هو ابن دائرة صحة صلاح الدين وهذه المتابعة تثمر عن تشخيص الأخطات تشخيص التلكؤات ونعمل على سوية متابعة عن طريق مجلس النواب وعن الوزارة الصحة وبتكاتف كل الجهود على تجاوز النقاط المؤشرة النقاط السلبية التي تعيق تقديم الخدمات الطبية نحن مثل ما اتطرق السيد النائب في الفترة السابقة شخصت بعض الأخطاء بعض التلكؤات وعملنا على تجاوزها من أجل رفع المستوى الصحي والخدمي إن شاء الله في المرحلة المقبلة إن شاء الله بدعم سيادة النائب من مجلس المحافظة راح نفتتح عدد المراكز التخصصية اللي هي تساعد في رفع مستوى الخدمات الصحية واستمرار وديمومة الخدمات الصحية اللي تقدم إلى أبناء المحافظة جميعا حسب تعليمات مجلس الوزراء إنه كل موظف عنده خمس سنوات خدمة هي مشمول بالقطع الأراضي فإحنا طلبت من عندنا وزارة الصحة أنه تحديد كل الموظفين اللي مشمولين ورفعنا بالأسماء رفعناها إلى وزارة الصحة وبدورة وزارة الصحة خاطبة وزارة الإسكان من البلديات من أجل تخصيص القطع أراضي راح يكون إن شاء الله تخصيص من قبل وزارة البلديات لهذا الموضوع ونتأمل إن شاء الله بالفترة المقبلة إن شاء الله توزيعها على أبناء الجيش الأبيض بإذن الله وفي أسياق أكد مدير مستشفى تكريت التعليمية دكتور نوف الخزعل استقبال جميع الحالات الطارئة ليلا نهارا وبمعدل يقترب من سبعة ألاف حالة إضافة لفحوصات مختبرية وعمليات جراحية على مدار الساعة في مختلف الحالات الصحية قسم الطوارئ هو أحد الأقسام الرئيسية بمستشفى تكريت التعليمي سعة 35 سرير يحتوي على صالة عمليات زائد مختبر زائد تصنيف طبي زائد وحدة ضماد بالإضافة إلى صادرية الطوارئ والمفرس ووحدة أشعة أيضا صالات العمليات عدد ثلاثة أحد الصالات مخصصة لحالات العزل لمرض الكبد الفيروسي والعوز المناعي نسميها حالات العزل تقريبا عدد العمليات الجراحية بالشهر ما يقارب إلى 200 عملية زائد ناقص عدد المراجعين للطوارئ شهريا ما يقارب 6500 مراجع للطوارئ شهريا على كافة الفروع الفحوصات المختبرية التي تجرى يعني ما يزيد على 7000 فحص مختبري زائد للخدمات الثانية مثل المفرس والأشعة بالإضافة إلى الصيدلية وحدة ضماد عمليات صغرى هي في السابق كانت مستشفى مستقلة اسمها مستشفى طوارئ تكريت بعد افتتاح مستشفى تكريت تعليمي أصبحت قسم تم حلها وأصبحت قسم تابع إلى مستشفى تكريت تعليمي كل أنواع التحاليل متوفرة في مستشفى تكريت بالضبط الطوارئ مفتوحة 24 ساعة أكيد هي الحالات الطارئة نستقبلها في الطوارئ يعني ما تستقبل داخل المستشفى بعد تقييم الحالة يعني ما يتم حالتها إلى داخل المستشفى حتى تدخل وتكمل باقي الإجراءات ولأن جميع التحولات مرتبطة بكيفية المحافظة على الاستقرار وتنوع ركاز العيش المشتركة أقمت جامعة تكريت وبالتعاون مع مديرية مكافحة الإرهاب الفكري بالمحافظة ندوة بعنوان توظيف الخطاب الديني في مكافحة الإرهاب الفكري أندوة ركزت على أسباب ومخاطر تطرف وأسبل مجابهتها خاصة بالأوسط الشبابية مع تبيان أبرز الأمور وتدابير التي من شأنها تقويم المجتمع وضمان عدم انجرافه خلف مغريات الأفكار الدخيلة بداية أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى كلية الضب البيطري التابعة لجامعة تكريت على استضافتهم لنا وتعاونهم معنا في هذه الندوة المباركة سأل الله تعالى أن تكون أولا في ميزان القائمين جميعا عليها قيمة هذا اليوم ندوة بعنوان توظيف الخطاب الديني في مكافحة الإرهاب الفكري بالرحاب ورعاية وتعاون مع كلية الطب البيطري في جامعة تكريت تهدف هذه الندوة حقيقة حول بيان خطورة التطرف في الخطاب الديني وضرورة التأكيد على الوسطي والاعتدال وحث الناس حقيقة على التعايش السلمي وقبول الآخر وكانت حقيقة ندوة مميزة بحضور السيد عميدة الكلية وبحضور السيد مدير شون العشار في صلاح الدين وبقية الطلبة للاستفادة من هذه الندوات حقيقة تحرص مديرية مكافحة الإرهاب الفكري في محافظة صلاح الدين على نشر ثقافة التعايش السلمي والتسامح والرحمة ونبذ كل خطابات الكراهية والتعصب والعنف ويمكن لأي إنسان أن يزاول أو يكتسب هذه الأشياء ويكون حريصا ومحافظا عليها وانتهاق هذه الأشياء الخمسة هي بدون حق طبعا أقامت كلية الطب البيطري بالتعاون مع مكتب مكافحة التطرف الفكري في صلاح الدين ندوة علمية موسعة عن توظيف الخطاب الديني في مكافحة التطرف الفكري كانت المحاضرة بشقين تم إلقاء الشق الأول وهو تعريف الإرهاب الفكري ودوافعه وأسبابه والأمر الثاني توظيف الآيات والأحاديث النبوية والمقولات المأثورة في مكافحة هذا التطرف تم التطرق إلى أهم الأسباب وإلى المعالجات التي تجري للتقليل أو الحد أو القضاء على التطرف الفكري استضافت كليةنا هذه اليوم ندوة الأرهاب التطرف الفكري بإدارة وعناية من قبل المدير العامة لمكافحة الأرهاب الفكري التابعة لهيئة الحج الشعبي كانت الأهداف الأساسية لهذه الندوة هو توعية الطلبة وتدريسين ومنتسبين الكلية عن مخاطر الأرهاب الفكري كيفية الوقاية منه وكيفية تجنبه ما هي الحلول وكيف نصنع من خطاب ديني معتدل يخدم مجتمعنا العراقي شكرا ثم إلى المنطقة ثم إلى المؤسسات وهكذا فنحتاج إلى ملء هذا الفرار الفبري لأنه أحد أسباب فصول الأرهاب في فبري وفي بغداد المتحمسة للمشاريع والاستقرار كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني عن توجه لتحسين واقع الخدمات في المستشفيات الحكومية بالتعاقد مع مؤسسات دولية متخصصة رئيس الوزراء قال أثناء جولة أجراها لتفقد مستشفى الأمن الداخل المتلكية أن الحكومة ستبدأ بتجربة جديدة تنفذ لأول مرة في العراق وهي التعاقد مع مؤسسات صحية مختصة بالإدارة والتشغيل للمستشفيات وفق أحدث ما توصلت له الخدمات الطبية لإدارة ست مستشفيات حديثة في عدة محافظات وكان وزير الصحة صالح الحسناوي قد كشف عن توقيع العقد الأول مع شركة إيطالية لمشروع إدارة المستشفيات الحديثة فيما أشار إلى أن هذه الخطوة ستحسن وتطور الخدمات الصحية في مسألة المستشفيات بشكل عام هذه أولوية بالنسبة للحكومة تلاحظون أغلب نشاطنا مركزية على الجانب الصحي على المستشفيات المتلكية أو المستشفيات الجديدة أو الأمور الخاصة بتوفير متطلبات العلاج الأدوية والمستلزمات والأجهزة وكذلك بدأنا بتجربة لأول مرة راح تنفذ إن شاء الله هو في إيجاد مؤسسات صحية مختصة في الإدارة والتشغيل إدارة وتشغيل المستشفيات وفق أحدث ما توصلت إليه الخدمات الطبية العلاجية الصحية ومثل ما عرفتوا إحنا بدأنا بستة مستشفيات قدمت لها مؤسسات صحية معروفة شركات مختصة الإيطالية من ضمنها هذا اللي راح تتفق معاكم على هذا المستشفي وكذلك مؤسسات عربية أخرى وأجنبية راح نأخذ تجربة في هذه الستة المستشفيات ونشوف مستوى الخدمات اللي تقدم هذه المؤسسات للمواطنين وممكن تعمم على باقي المستشفيات في الداخلية نفس التوجه بالعكس ممكن القضية تكون أكثر الحاحة أولاً داخلية اليوم عندها برنامج الإخلاء الطبي في مراكز ومستشفيات خارج العراق جرحة وحالات خاصة تكلف الصندوق وموازنة الوزارة مبالغ طائلة فضلاً أنه أنت شوف حجم المعاناة المنتسب اللي يسافر وعائلته ووضعه كذلك البعد الاقتصادي يعني ليش أطلع هذه الكتلة النقدية من البلد ويجي هذا الكادر الأجنبي المتخصص يجي هنا أوفر للمستشفى أوفر للأجهزة وأخليه يقدم الخدمة وهي فيها من المزايا الاقتصادية على مختلف المجالات فالدعم هنا لهذا التوجه مضاعف الدفاع أيضاً استشفى الحسين أيضاً نحن بصدد البحث أو النقاش مع إحدى المؤسسات المختصة منتسب قوى الأمن الداخلي لهم رعاية خاصة واجبنا نحن كدولة اليوم يتصدون لمختلف التحديات الأمنية واجب الدولة وواجب وزارة الداخلية أنه توفر لهم أفضل سبل الرعاية الصحية والعلاجية والطبية هذا واجبنا تجاه من يقدم نفسه تضحية وفداء وبطولة من أجل الأمن والاستقرار في البلد وفي ملف مرتبط بالاستقرار هاجمت لجنة العلاقات الخارجية النيابية بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي فيما أشارت إلى أنها لعبت أدواراً ليست من صلاحياتها في العراق عضو اللجنة النائب عامر الفايز قال أن أوضاع العراق الاستثنائية كانت وراء وجود بعثة يونامي في بغداد لكن تدخل في شؤونه الداخلية خاصة الملف السياسي يمثل تجاوزاً لصلاحياتها وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على أن الأمن والاستقرار الداخلي جعل بالإمكاني انهاء الدور السياسي لبعثة اليونامي في العراق ونقل نشاطها إلى المنظمات المختصة وليس بعيداً عن التفاهم الدولي بملف الاستقرار وصف عضو الحزب الديمقراطية الكردستاني محيد الدين المزوري تحركات تنظيم داعش الإرهابي في مناطق نينوى ومخمور وجنوب كاركوك وأطراف الديالاب المقلقة وتستوجب ضرورة تضافر الجهد للحد منها وأضاف أن التنظيم ما زال يشكل خطراً على عدداً من مناطق البلاد لذلك فأن الحل هو زيادة مستوى التنسيق بين الجيش العراقي والبشمرقة والاتفادة من خبرات التحالف الدولي بهذه المرحلة لغرض معالجة أهداف التنظيم خاصة في مناطق الفراغات الأمنية الممتدة من خانقين إلى سنجار وكان الخبير في أشؤون الأمنية جبار ياور كشف عن فراغات أمنية بمناطق جغرافية معقدة من ناحية التضاريس يستغلها داعش في الانتشار والاختباء والتدريب وأشني هجمات على القوات الاتحادية والبشمرقة وفي متغيرات المشهد العسكري قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إيران نصحت قادة الفصائل المسلحة تجنب استفزاز واشنطن لشعورها بالقلق من إثارة مواجهة مباشرة وتحديد مدى قدرتها على ممارسة نفوذها على هذه الجماعات ونقلت الواشنطن بوست عن مسؤولنا لبنانيين وعراقيين تم التحفظ على اسمائهم أن طهران أبلغت الفصائل توخي الحذر عكس الخطاب المعلن للمواجهة وهو ما يترجبه الهدوء في المواجهة المباشرة بين الفصائل والقواعد الأمريكية منذ أسبوعين وضمن ذات التفسير قال مسؤول أمريكي أن إيران أدركت بأن مصالحها لا تتحقق بمهاجمة قوات التحالف وهو ما نقله مسؤولون إيرانيون إلى الفصائل في أكثر من عاصمة عربية حسب الواشنطن بوست أفصح الحزب الديمقراطي الكردستاني عن موقفه الحقيقي إذا التواجد الأجنبي في العراق مشيرا إلى أن الكرد يؤيدون أبقاء قوات التحالف العسكرية داخل البلاد وقال عضو الحزب وفا محمد كريم إننا في إقليم كردستان مع أبقاء قوات التحالف العسكرية في العراق مشيرا إلى أن موقف الكرد والسنة ونصف الشيعة يدعم بقاء تلك القوات وفي هذا الصدد قال القياد يوفي التنسيقية الشيعية سعد المطلبي إن قرار إخراج القوات الأمريكية لا يقع على عاتق القوى الشيعية فقط بل يحتاج إلى تحرك من قبل الكرد والسنة فيما يقول مختصون أن أمريكا ليس لديها دياب الانسحاب وأن وجود التحالف الدولي هو ضامن للسلام في المنطقة بشكل عام وفي ملف يستوعب جميع الخلافات ويعقدها بذات الوقت لا تخفي اللجنة المالية البرلمانية قلقها من مصير موازنة العام الجاري وعدم التوصل إلى صيغة إهائية لأبواب الصرف الحكومية عضو اللجنة جمال كوتشر نفى العلم بموعد إرسال الحكومة لجده لقانون الموازنة وماذا ستتضمنه من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات وإيضا عدم معرفة مستوى العدز فيها وبين كوتشر أن الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها كما هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له وفي قراءات الأرقام برؤية سياسية توقع النائب مثنى أمين إقرار الموازنة الاتحادية المعدلة مطلع الشهر القادم بعد مراجعة بنودها من اللجان البرلمانية المختصة منذ العاشر من شهر كانون الثاني الماضي وأشار إلى ضرورة إقرار الموازنة العامة للدولة لأن تأخيرها سيؤثر على الوضع العام في العراق ليس في الإقليم فحسب كون الكثير من الأمور متعلقة بالأرقام الحقيقية التي ستقرها الموازنة استبعد عضو مجلس محافظة ديالا نزار الهيبي عقد إجازة لانتخاب المحافظة الجديد قبل الاتفاق على أحد المرشحين الذين قدمتهم قبلة بني تميم لرئيس منظمة بدرهاد العامري مستدركا أن المحافظة الحالي مثنى تميمي ليس من بين المرشحين وبخصوص منصب رئيس مجلس المحافظة لفتاء الهيبي إلى أن تنافس محصور بينه وبين عمر الكروي حيث لم يحصل أي منهما على أغلبية التسعة أصوات في الجلسة الأولى التي ما زالت مفتوحة ويشار إلى أن نتائج الانتخابات المحلية في محافظة ديالا أسفرت عن فوز تحالف ديالتنا الوطنية بأربعة مقاعد وتحالف تقدم الوطني بثلاثة مقاعد وكذلك التحالف السيادة بثلاثة مقاعد أيضا بينما فاز استحقاق ديالا بمقعدين في حين حقق كل من تحالف عزم العراق وأتلاف الأساس العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني مقعدا واحدا لكل منهما وفي كاركوك القريبة في تعقيدات الخارطة السياسية والمجتمعية رأى عضو مجلس المحافظة عن تحالف القيادة رعد الجبوري أن منصب المحافظ سيكون توفقيا بين المكونات دون أقصاء أي جهة وأوضح أن توجه العربي هو المشاركة في إدارة المحافظة دون تمييز أو إقصاء لأي مكون لقطع طريق على أي تنافر أو خلاف بين المكونات يؤثر على ازدهار وأعمار وأمن المحافظة مستدركا أن رأي الشارع العربي لا ينظر بأهمية كبيرة لمنصب المحافظة بقدر ما يتعلق العمل بخدمة كاركوك وبنائها ويبدو حسب المطلعين أن إدارة الحكومة المحلية بالطراضي سيكون عبر منح حزب الاتحاد الوطني منصب المحافظة ضمن الواقع السياسي والأمنية الحالية والتزامات اتلاف إدارة الدولة واذهب رئاسة المجلس للعرب بينما ستكون نيابة المجلس والحكومة المحلية من نصيب التركمان ولكي تكتمل دائرة الانتخابات ونتائجها احتضنت رئاسة إقليم كردستان لقاءا جمع بين الرئاسة وحكومة الإقليم والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحضور ممثل عن يونامي لمناقشة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية الكردستانية وتم تأكيد خلال اللقاء على التزام الإقليم بخطوات جدة ولكل ما يلزم لإجراء انتخابات ناجحة في كردستان فيما كشفت المفوضية العليا للانتخابات عن حاجتها لما لا يقل عن أربعة أشهر لإجراء الانتخابات وخلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل في حكومة الأقليم نقشت مسألة تأخير صدور قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية في قضية قانون انتخابات برلمان كردستان والأبعاد الدستورية والقانونية لذلك التأخير والاحتمالات وتداعيات المرتبطة به وفي تفاصيل هذا الملف بمختلف استحقاقات المكونات أكد مدير إعلام مكتب مفوضية انتخابات أربيل أحمد مازن تنبدأ فترة تسجيل الناخبين حتى نهاية شهر شباط الجاري وأوضح تشكيل فرق جوالة لتسجيل موالد 2006 في المدارس والجامعات والمعاهد بالإضافة لموظفي الدوار الحكومية وذلك ضمن الإجراءات الجارية استعدادا ليوم الاقتراع تم تمديد فترة تسجيل الناخبين في محافظة أربيل لغاية شهر شباط الجاري لدينا 53 مركز تسجيل لتسجيل الناخبين وتوزيع بطاقات الناخبين غير المستلمين لبطاقاتهم وكذلك شكلنا 85 فريق جوال مهمة هذه الفرق تسجيل الناخبين من موالد 2006 من طلبة المدارس والجامعات والمعاهد في محافظة أربيل كذلك تسجيل الناخبين من موظفي دوائر حكومة الأقليم وكذلك يزورون القرى والأرياف البعيدة عن مركز المحافظة ومراكزنا مفتوحة من الساعة الثامنة صباحا لغاية الثالثة عصرا ونحن نهيب بالمواطنين الكرام مراجعة مراكزنا وتقريبا يوميا يزورنا تقريبا 500 شخص لغرض التسجيل وغرض الاستفسار وبعد إقرار موعد الانتخابات إن شاء الله سنقوم بالسير على الخط الزمني من ناحية تسجيل للناخبين ومن ثم توزيع بطاقاتهم وكذلك التحضير ليوم الاختراع لحد هذه اللحظة بالنسبة للعدد الكلي للناخبين غير واضح بعد إن شاء الله انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين سنقوم بجمع البيانات ومعرفة عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات برلمان للأقليم وأيضا بعد توزيع بطاقاتهم إن شاء الله سنقوم بطرح هذا العدد وعلى ضفة المقابلة للاستحقاقات أكدت وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو لسفير الإيطالي لدى العراق موريتيو غريغانتي استمرار العمل لإنهاء ملف النزوح بالكامل في 30 من تموز المقبل وذكرت وزارة الهجرة في بيانا أن اللقاء شهد أيضا بحثوا التعاون المشترك فيما يخص أوضاع النازحين الذين ما يزالون يسكنون في المخيمات وأوضاع العائدين إلى مناطق سكنهم الأصلية في قضاء سنجار وشمولهم بالمشاريع المدرة للدخل للدعم الاستقرار في مناطق العودة وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم وبينت جابرو أن الوزارة تتبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية لإنهاء ملف النزوح بالكامل حسب ما حددته الحكومة بنهاية تموز المقبل وفي ديالا أعلن قائم قام قضاء المقدادية زيد إبراهيم بدأ عودة أهالي نهر الإمام بعد رحلة نزوح قصري استمر 28 شهرا وقال أن برنامج إعادة الأسر النازحة في قرية نهر الإمام شرق المقدادية تشمل 270 أسرى بعد تهيئة كل الأجواء المناسبة لإنهاء معاناتهم وإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في نهر الإمام وبقية المناطق المجاورة وكان أهالي قرية نهر الإمام ومناطق أخرى قد نزحوا نهاية عام 2021 بسبب تطورات متزرة شنتها عصابات داعش في قرية مجاورة أنذاك ولأن المياه كانت وستبقى مظهر الحياة وقناة الاستقرار المتجددة أعلنت وزارة الموارد المائية زيادة الخزين المائي بمضمات سيطرة الخزنية بحدود مليار متر مكعب بعد موجة الأمطار والسيول التي اشتاحت البلاد مؤخرا الوزارة أشارت في بيان لها إلى الاستفادة من المياه الواردة في إرواء كافة المساحات الزراعية المزرعة ضمن الخطط الزراعية للموسم الشتوي الحالي وبيانت تمكنها من إيصال المياه بكمية ثمانين مترا مكعبا في الثانية إلى هور الحمار والأهوار الوسطى وأربعين مترا مكعبا في الثانية إلى هور الحويزة ما سهم بإعادة إنعاش الأهوار بعد سنوات جفاف ثقيلة مستمرون في نشرتنا وفيها بعض الفاصل التربية الكردستانية تمنح طلبة الصفوف المنتهية لمرحلة الإعدادية خمس درجات على السعي السنوية أسعار اللحوم تلتهب في أربيل وسليمانية ومخاوف من تسجيل ارتفاع تاريخيا في رمضان أوكرانيا تقر بأن قواتها باتت في وضع صعب جدا بمعجهة الجيش الروسي أرملة نافالي تتهم بوتين بقتل زوجها وتتعهد مواصلة نضاله محامو جوليان أسانجي يلجأون إلى آخر محاولة قارونية لمنع ترحيله إلى أمريكا إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم قرر وزير التربية في إقليم كردستان ألان حمس سعيد منح طلبة الصفوف المنتهية لمرحلة السادس الأعدادية خمس درجات قرار على معدل السعي السنوي الذي يمهد للمشاركة في الامتحانات العامة ووفقا لكتاب رسميا صادرا عن الوزارة بتاريخ العشرين من شهر شباط الجاري والذي أشار إلى منح خمس درجات لطلبة الصف السادس الأعدادي بأقسامه كافة بهدف الحصول على حق المشاركة بالامتحانات العامة لمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة لوضع الطلبة من جديد وقبيل شهر رمضان تسجل أسعار اللحوم في أسواق إقليم كردستان ارتفاعا جديدا وفي ظل تصاعد شكاوى المستهلكين من ذلك كونها تدخل ضمن المكونات الأساسية لمختلف الأكلات الشعبية التقليدية في المطبخ العراقية وتصل أسعار الكيلو جرام الواحد من لحوم الغنم والبقر إلى 23 ألف دينار في السليمانية بعدما كان يتراوح ما بين 20 إلى 22 ألف دينار للكيلو جرام الواحد ويقول مختصون أن أسعار اللحوم الحمراء ترتفع يوما بعد آخر في محافظات الإقليم وذلك لسبب وهو منع دخول الأغنام للمحافظات إضافة إلى ارتفاع الأسعار من الدول المصدرة وكذلك ارتفاع الضرائب والرسوم التي تضعها الحكومة على استيراد الأغنام من دول الجوار ويتخوف المواطنون من أن ترتفع إسعار اللحوم مع دخول شهر رمضان إذا لم تستطع الحكومة وضع حل لأسباب الارتفاع أقرت كييف بأن جيش الأوكراني بات حاليا في وضع صعب جدا في مواجهة القوات الروسية التي تشن هجمات في شرق أوكرانيا وجنوبها بعد سيطرتها على مدينة أبديفكا نهاية الأسبوع الماضي وقال الرئيس الأوكراني بلود ميرزلينيسكي في رسالته اليومية أن الوضع صعب جدا في نقاط عدة على خط الجبهة حيث ركزت القوات الروسية أكبر عدد ممكن من الاحتياطات أنهم يستغلون تأخر المساعدات الغربية إلى أوكرانيا وأضاف أن بلاده تفتقر إلى المدفعية وتحتاج إلى دفاع جوي بقدر ما تحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى واعتبرا من جهة ثانية أن الحصار الذي يفرضه على الحدود مع بولندا سائق الشاحنات والمزارعون البولنديون يظهر تأكل تضامن مع بلاده تهتمت يوليانا فالنايا أرمالة المعارض أليكسي نافالني الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بقتل زوجها متعهدة مواصلة عمله وقالت في فيديو نشير عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ثلاثة أيام قتل بلاديمير بوتين زوج أليكسي نافالني قتل بوتين والد أطفالي وأضافت بذلك أراد بوتين قتل أملنا وحريتنا ومستقبلنا وأكدت أن نافالني خلال سجنه تعرض لسوء المعاملة وعزل عن العالم لكنه لم يوقف نضاله وأضافت نافالنيا عجز عن تحطيم زوجي لذا قتله بوتين ووعدت بالكشف عن هوية الذي نفذ هذه الجريمة وفي أي الظروف وشددت سأواصل عمل زوجي سأواصل ذلك من أجل بلادنا ليس مخجلا أن نفعل القليل بل من المخزي أن لا نفعل شيئا من المخزي أن ندعى أنفسنا نخاف ومضت تقول وقد أغرورقت عينها بالدموع يجب أن نوحد صفوفنا لنوجه ضربة مشتركة لبوتين ولأصدقائه والقتل الذين يريدون شل بلادنا بدأ محامود جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس آخر إجراء قانوني في المملكة المتحدة لمنع تسليم الصحفي الاستقصائي الشهير إلى الولايات المتحدة بتهم التجسس ونشر وثاق أمريكية سرية وتجمع أنصار جوليان أسانج الذي يواجه خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة وعقوبة طويلة تصل إلى 175 عاما خارج مبنى المحكمة تعبيرا عن دعمهم له ومن المخطط أن يبدأ مسيرتهم الداعمة نحو مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكا في داونينغ ستريت في نهاية الجلسة وسيطلب محاموه من قاضيين من المحكمة العليا الموافقة على جلسة استئناف جديدة لتكون آخر محاولة قانونية له في بريطانيا وإذا صدرت أحكام ضد أسانج من قبل القضاة فمن الممكن أن يطلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع تسليمه على الرغم من قلق أنصاره من أن يتم وضعه على متن طائرة إلى الولايات المتحدة قبل حدوث ذلك إلى التذكير بأبرز وأهم العنوين فيضانات الأمطار تكشف عيوب تخطيط المدن الجنوبي صلاح الدين وسكان يشكون غرق المنازل وهلاك المزرعات شركات طبية دولية لإدارة مستشفيات العراق لتحسين خدمة المرضى والأمم المتحدة تحزم حقائب الوصاية حزيران المقبل خبراء يحضرون من مناطق رخوة لإعادة انتشار داعش والواشنطن بوست تؤكد منع الفصائل من تجاوب زخطوط طهران مع واشنطن البرلمان العراقي يجهل مصير موازنة العام الجاري وقبيلة بين التميم والكورديو حديدان مصير المحافظ في ديالا وكاركوك شكرا لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة